اعزائي المشاهدين اهلا بحضراتكم حلقة جديدة النهاردة من حديث التعليمية بيسعدني اني اقدم هذه الحلقة انا والزميلة العزيزة عز رمضان فقرتنا الاولى ان شاء الله هنكون بنتكلم فيها عن المدارس الرياضية ونتعرف على معلومات كتيرة عن هذه المدارس يا ترى هي بتكون موجودة فين نقدر نقدم عليها ازاي لابنائنا ايه هي شروط القبول بهذه المدارس كمان المدارس زي بتخرج لنا ايه اعزائي المشاهدين اسمحوا لي ارحب ديفي اللي بنقرني في الستوديو اللي هنحوره في هذا الموضوع الكابتن وليد خيري مدرس اول تربية رياضية ومدرب قرة القدم كابتن وليد اهلا بك سعادة بوجودك معنا النهاردة اهلا وسلم كابتن وليد الرياضة لها دور مهم جدا في صحتنا العامة وفي بناء اكسابنا خاصة في السن الصغيرة اللي بيكون فيها ابنائنا لسه جسمهم في مرحلة النمو بس هل كمان للرياضة دور في معالجة جائحة كورونا اللي انتشرت في العالم كله طبعا اكيد وده هيثبت لك بالتجربة ان الرياضة عموما هي 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 الحماية الاسية من مرض كورونا بمعنى ازاي ان الرياضة بترفع كفاءة جهاز المناعي اوتيماتيك هي كورونا عبارة عن صراع بين جهاز المناعي وبين الفيروس فالفيروس ازا كان فيه جهاز مناعي قوي اوتيماتيك بتغلب عليه البناء ادم والقصة بتنتهي اه لو البناء ادم اه تعبان او مريد وما بيمارس رياضة ومداخن واستوكياته العامة الصحية مش مزبوطة سيتمكن من المرضه وبتحدث الوفاة وبناء عليه أنصح كل الناس بمارسة الرياضة حتى لو ما عندوش وقت لو نصف ساعة في اليوم مغارب التمينات خفية في البيت أول ما يصحى بتعمل زي حاجة اسمها رفليشن للأجهزة الحيوية في الجسم ووتوماتيك الدورة دموية تشتغل عادي وجهز كفاءة الدورة الدموية والقلب والكلا والكبد الصحة العام معمولة جلد تتحسن حتى لو حصل إصابة نقدر نحن نتكابل المرض طيب المدارس الرياضية دي هل منتشرة في كل محافظات جمهورية مصر العربية؟ اه تقريبا في أغلبية محافظات مصر العربية كلها فيه في كل محافظة مدرسة نتمنى أن يبقى موجود أكتر مدرسة وموجود للبنات لأنه الأغلبية كلها للبنين في بعض المحافظات فيها بنات ولكن الموضوع ما تعمل مش يعني زي الجيزة ما فيش لبنين بس طيب إيه اللي بيميز المدارس الرياضية عن غيرها من المدارس الأخرى؟ وهل الدراسة فيها بتكون من كل المراحل يعني ابتداء إعداد السنوي ولا في مراحل معينة بس؟ بس فنب هي المدارس الرياضية كيفية انتقاء الطالب بيتم بعد انتهاء المرحلة الابتدائية بيبقى عندي شوية شروط بطبقها لاختيار العناصر اللي ينفع يصلح إنه هو يمارس رياضة بيبقى عندي في كذا ما هتكلم عن ناموذج الجيزة واللي هو يعتبر بالنسبة للي أنا شغال فيه عندي حوالي خمس ألعاب طب يعني بس قبل ما نتكلم عن المدرسة نفسها هي بتبقى عدادي وسنوي عدادي وسنوي والعدادي لتالتة سنة دي طيب نتكلم بقى عن مدرسة الجيزة الرياضية الجيزة السعادية الرياضية اللي هي موجودة بالجيزة بحط شروط الطول في كشف طبي وكشف صحي بعد كيه الأداء المهاري والأداء الرياضي بناءً علي بيكتزي الاختبارات دي أنا باخد عدد محدود ما باخدش أكثر من ستين لتسانين طالب في الدفع الواحد وبناءً علي بحدد وجهة اللاعبة عندي كورة قدم عندي كورة سلة عند كورة طائرة ألعاب قوة يد ده المتاح بالنسبة لنا في الجيزة الإمكانيات الملاعب اللي موجودة والجماء ده في بعض المدارس التانية في المحافظة التانية فيها اسباحة فيها درجات فيها تنس فيها هوكي كل محافظة على حسب الإمكانيات اللي موجودة عندها اللي بيفرق عندي في الطالب ايه بالنسبة لي الطالب الرياضي هو راجل بيمارس الرياضة بشكل احترافي وبناءً عليه بعد ما بيوصل للسن مثلا التاني عدد تالتة عدد تبدأ الاندية تنطقي من عندي العناصر الصالحة قوي أو الويلبر فوشنل جداً ويتم لحقها بالاندية ومن منسمى إلى المنتخبات فبتعود على الدولة في الآخر منطلق عناصر كويسة بتختشف الموابين رياضياً بدري بالتخصص كلام ده نهم الاتنين هو بيدرس المواد المناهج العادية العادية جداً اللي هو زيه زي الطالب في نفس المرحلة بيفرق عنه ان هو بياخد تربية وضية جزء اساسي عنده في نجاح ورسوب وفي منهج عملي ونظري عن الطالب العادي بس هاد الفرق طيب لما بتيجوا تختاروا للطلبة هراج قلت لي انه فيه شروط معينة لازم تنطبق على كل طالب ايه هي شروط اللي المسروط تكون موجودة في الطالب عشان ينتحك بالمدارس طول وزن اول حاجة ببص عليها طول الوزن عندي شروط ان الطول ما يقلش عن مية وخمسين سنتي تمام تمام الوزن مية وخمسين يعني لا يقل عن خمسة واربين خمسين كيلو تمام بعد كده بشوف الامراض بقى الموجودة اي امراض اه كبد اه كلا قلب كل ده بيستبعد تماما حاجات اللي تمنعه عموما انا عموما رفاق طول على حياته وبعد كده حاجة اسمها اللي يقل بدنية بقى كفاءة الحركية كفاءة الحركية بتاعته المهارة بتاعته اللي هو مغوف في لعبة ببدأ انتقي الاولاد اللي هما عندهم مهارات في العاب مختلفة وعندهم موهبة فعلا في الالعاب دي وابدأ انا ميه انا كمدرسة بعد ما يلطحك بيها لكن لازم ياخد عنده عنده اساس يعني عنده جزء من المهارة وجزء من اللي يقل الحركية ده عن طريق اختبارات رياضية يعني بتعمل اه الاول بيختبر اختبارات بدنية اه على المسال مثلا بيعمل مجموعة من التمرنات اللي هي البطن والضغط والجري في المكان وفي حاجة اسمها روامية متر بيجريها في التراك حق ازمة معينة محتوطها بمقاييس معينة اللي انا اقدر احط الازمنة دي هل الولد ده يستطيع يعني يكمل معايا والدين اللي انا عاوزه بعد كده ولا لأ طيب لو في طالب مسلا من المتقدمين بيلعب قريدي رياضة في احد النوادي وهو احد متفوق رياضين هل ده بيكون له اولوية مسلا في المدرسة يعني طبعا ده بيبقى حاجة بتعمل اضافة للمدرسة ويبقى نموذج جايد للمدرسة واحنا بنزود له الجنب النادي لاني طبعا انت الدراسة بتقى متخصصة جدا فهو بيزود اداؤه النادي بيدي له جزء كبير قوي واحنا كمدرسة بيبقى ماشي معايا عالتوازي فالولد ده بيبقى يعني فيه عندنا اولاد كتير جدا زي محمد عادل جمعة لعب نادي الزمالك سابقا كان بكش منت زمالك يعني عندنا اولادية ده الولد ده ان شاء الله يعني عمل انجازات كويسة قوي فيه محمد حسين بخطره من الاولاد المشروحة للالعاب الاولمبية القادمة ان شاء الله ده خريجي عندنا من المدرسة الرياضة عموما على فكرة ان اولاد الامور بتعتقد ان الرياضة بتعطل دراسيا الكلام ده مش مظبوط الولد اللي صحيح رياضيا بيبقى صحيح الدراسة داخل المدرسة حركوا بتلي زي المدارسة العادية ولكن بتزيد بس بعض المناهج الرياضية وكمان ممارسة الرياضة عموما يعني من خلال الحس الرياضية ودي بتكون مواد نجاح ورسوب. اه. اه. طيب هل اليوم ما الدراسة بيكون اطول شوية هل عدد الحساس الرياضية بتكون اكتر شوية? هقول لحظاتك النظام بيبدأ ازاي? احنا التمرين عندنا في حاجة اسمه ملعب الساعدية عندنا. اه. بنبدأ يومنا الساعة ستة صباحة. الولد بيجي ستة صباحة. اشتغل المحاضرة بتاعته والتدريب بتاعه مع كل تخصص لانا اولاد مؤسامهم تخصصات يخلص ساعة سبعة ونصف. خش المدرسة عادي بياخد يومه عادي طبيعي الطابور المدرسي ويبدأ يوم الدراسة عادي. بيجي في اخر الامتحانات. يبدأ يمتحن عملي ونظري. بجانب المواد اللي هو بتاعته عادي. تمام. يعني نقدر نقول انه تقريبا بيبتدي من ستة لتمانية دي الجزء الفترة الرياضية بتاعته. بالزبط. وباقي اليوم بيكون اليوم الدراسة العادي. اليوم الدراسة عادي. تمام. اه بيكون في طبعا متابعة للعيبة واختيار افضل العناصر اللي موجودة فيهم. ده بيتم ازاي? ده بيتم ازاي. حضرتك المدربين الموجود طبعا مدربين منطقين على اعلى مستوى. اغلبيتهم مدربين في عندية. وفي الاساس مدرسين تربية ضيئة. بيبدأ المدرب مسلا اه نموزج حضرتك اللي قدام حضرتك. انا مدرب كور القدم. بابدأ اشتغل مع اولاد. طبعا بطلع بعد فترة من شغل معهم. بطلع اميز العناصر فيهم. ببص عليهم كويس. بابدأ اطورهم. ابدأ اسوأهم. انا الولد اللي يقدر يروح في نادي او ما كانش بيلعب في نادي. ابدأ اعرضه بعلاقاتي اه على المدربين والناس اللي شغالين في الاندية. لان هو بالنسبة لنا بقى صار وقومية. وبمناسبة انت جيت للموضوع دوت. هو اه الحكاية دي. لو لوزارة التربية والتعليم. انا نشدت ان عامل بيها بحث علمي كبير جدا. بس انسانة الفين وخمسة. بس حدش بيبصره. ازاي انا كمدرسة بدل ما انا طلع اولادي ببلاش الاندية. ازاي انا كمدرسة وكوزارة تربية والتعليم استفيد باولادي بحيس ان انا استفيد بهم الدين عشان اعرف اراعي الاولاد اللي بعد كده. صحيح. اه ان انا اعمل حاجة مع وليل امر بحيس ان انا مثلا لو انا عند عشر عناصر مميزة. العشر عناصر مميزة دولك ممكن يصطفوا معي في الاخر اربع رأس مميزة على المستوى التنفسي والاحترافي. مثال مثلا عندك زي محمد صلاح. محمد صلاح كان طالب مدرسة. لو انا كمدرسة وكوزارة خدت بالي. واملت حاجة للمدرس التربية دي اللي هينتقل اولاد دي ويبدأ يشتغل معهم. بحيس ان انا ما يجي تسوق او يروح حتة. الوزارة هي اللي تستفيد ومدرس التربية دي. والمدرسة. يكون في حصة مدية يعني للوزارة عموما او للمدرسة. اي تعاقد يتم لي بعد كده. وفي لها قوانينها وزاة اقلا مع الاتحادات الدولية. وزاة المشروعية بتاعتها. انا طرحت الموضوع ده كتير جدا. هي قصة ان انت بتروح لاي حد مسؤول. اه تطرح الحكاية ديت. اه بيبدأ عايز ياخد اسمك. انا عم سجلتها في وزارة البحث العلم. بس يعني مش عارف اعمل ايه ان انا اوصل يعني ان انا وصلها للوزير او حد قائم عليه. هي الفكرة ممتازة الحقيقة. المضوع ده هيدير مليارات. ده متعام تطبع على مستوى الجمهورية وفي كزا الانشاطة بقى. يعني حتى لو في اه يعني حضرك لو بصيت على الناحية الفنية. محمد رمضان كان طالب في الساعة دي. لو انت عامل كان محمد رمضان اراداته اه تعاقداته. لو خصصنا كان لو كان في حد بيفكر في خمسة فيلمية من ارادة اي فيلم. ويخش المدرسة اللي هو كان فيها او للوزارة اللي هو يتبعها. هتعمل شغل كويس اوي. الحكاية دي لها ضوابط قانونية وانا اعملها. ازاي تعملها وازاي تطبقها. طبعا العدى عدى. احنا ممكن نعمل في اللي جاي. انا بناشت الوزير ستسترق شوقي. يبص للفكرة دي. وانا عندي المشروع كامل مكتمل ساعة الفين وخمسة. لو حضرته بص عليها يعني هتبقى حاجة جميلة جدا. هو اطرح مبادرة لللياقة البدنية الفتر اللي فات دي. طبعا مفيدة جدا. وحاجة كويسة جدا. ولكن في حاجات اقوى بكتير. يعني ممكن. الحقيقة في اهتمام عام من الدولة. حتى من رئيس الدولة. بالزبط. يوجه دايما بالاهمية الاهتمام بالرياضة. حتى علشان واحد يحفز على شكل جسمه وحفز على صحته. بالزبط. فيعني الموضوع فعلا. ده حقيقة. الموضوع ده رئيس الدولة. لو حد يوصله. الموضوع ده هيرعى جدا. لان هو في نفس الوقت يعود على اولادنا بخير كتيب جدا. وهيبقى في طفرة في الرياضة. خاصة يعني وانه احنا مش هنضيف جديد. هو هو نفس الفكرة بنختار للطلبة وبنشتغل عليهم نفس الشغل برضو. ولكن لما تيجي الاندية تنطقي منهم. ما ديش. يكون في بس تعاقد بنا وبين الاندية دي انه يعني يكون لنا نسبة من الارباح لحقاها لطالب. بس اي نادي عشان يتعاقد مطالب بياخد لازم اثبات قيد ولازم ياخد من المدرسة. ما شديلة. لما نعمل مع بعض تعاقد. واخد نسبة من اللاعب بتاعي ده. مدى عمره حاجة اسمه العمر رياضي. يعني طول ما الولد لسه شغال وبيتعاقد وبيلعب وبيحترف طلع برا. يبقى انا كدولة ليه حق علي ايه? او على الاقل جزء يعني. ما هو جزء. ما هو جزء. نسبة في التعاقد بتاعه يبقى ثابت. اي حتة يروح فيها يبقى كده. فنيا بقى. اه رياضيا. مش وطفر يعني من القصة. ان انا ابدأ انا حافظ على اولاني. وبناء انا على الدقل ده. هبدأ اطلع اكتر واكتر. واعرف اصرف كويس. ومش هتكلف الدولة. ان الدولة في في عاطقها حاجات كتيرة جدا. تمام. طيب نرجع بقى مرة اخرى لفكرة انتقاء الطلبة المميزين. وازاي انا ببتدأ اتعامل معهم. حضرك بتقول ان انتم مختارين مدربين على اعلى مستوى من ويبتدوا يختاروه. ده حي. هل في ضوابط او معايير معينة بتشتغلوا على اساسها علشان تحددوا ان الطالب ده متفوق في الحتة دي. وحضرك مسلا كمدرب كرة قدم. حضرك بتبقى قادر تميز طبعا يعني انه كل لاعب ايه هو المركز المناسب ليه في اللعبة? ايه المركز اللي حقق فيه حتى لو هو مش حابب المركز ده وحابب مركز تاني. بس انت شايفه في المنطقة دي. ده اكيد. ده احنا بنعمل حاجة اسمها في بطارية اختبار. بطارية الاختبار دي اللي ما بعملها بقيس كل ولد. في مركز محتاج سراعات. زي الاطراف. باك الليفت الباك اليمين. بشوف الولد ده عنده سراعات ولا لا. لعيب نص الملعب. المهاري اللي بلعب بتاعت نيروس حربة. ده لعيب اللازم مهاري وعنده زكاء ولمحة سريعة عشان يعرف يعمل باصل كويس. يوصل المهاجم بتاعه كويس. انا وانا بعمل بطارية الاختبار بقيس الحاجات دي كلها. بطبقها. تشوف من المهاري اكتر من اللي عنده الصراعات اكتر. من اللي عنده قوة المدافع. اللي يعرف يدافع القوات القوة الجسمانية اكتر متغلبة عن نحن المهارية. لكن في الاساس كل المنظومة لازم في عندي جزء من الموهبة. بقدر. توازن. يعني في العيب مهاري جامد قوي. لكن في العيب ممكن يبقى بيعرف يعمل باصلنج بس مش 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 وحش. لكن يعرف يستلم ويسلم كويس. ممكن يبقى جسمه قوي. ده استخدم كمدافع. دي بقى البطارية الاختبار دي بتطلع لكلام دوت وانا بقى يس للطالب طالب. طبعا مش مطلوب ان الطالب يكون عنده الكفاءة مية في المية ولكن بس انت بمجرد بتلمح جزء مهم في الحتة دي بتبتدي انت توظفه في المنطقة دي وتدربه بقى انه زي كل عب مفتاح. زي تطور وتسكل الموهبة بتاعته وتطورها وتخليها توصل لاعلى مستوى. يعني لو انا جايلة طالب ستين في المية. عايز انا بقى اوصل فيه تسعين في المية خمس سعين في المية. صحيح. الشغل بتاعي انا بقى هو ده لينفع. لكن لو في طالب عشر في المية او عنده مشكلة. او ريدي مش هينفع اساسا. مهما طلعت بيه هو هي اكرح. اكرح حاجة اعملها معها اربعين في المية. خلاص. اللي هيصل. حراك شايف ازاي او ايه الطريقة المناسبة علشان نطور المدارس الرياضية دي ونزود عددها ويبقى موجود منها للصبيان وللبنات كمان. قصة حضرتك لازم يعني لازم يتوافر الاماكن التدريب والملاعب والامكانيات عشان اقدرنا انا زود عدد المدارس الرياضية. على قد ما لاها فايدة على قد ما هي بتستخدم ادوات ولا واماكن بنسب مساحات كويسة. فهي هي هنا دلوقتي دي مشكلة. ان انت حابب بتعمل في الجيزة مسلا للمدارس الرياضية. عارف البنات مسلا. البنات حقها. عزي الولاد. لكن اه الاسف مفيش مساحات. مفيش ملعب. مفيش انكانيات. احنا بنستخدم ملعب السعادية لان ملعب مدارس السعادية ملعب عريقة قديمة جدا. ففي مساحات الاماكن معينة. لكن مسلا لو جيت بسطت على رياضة دي السباحة هنا بتاع قورة. لكن آآ رياضة السباحة دي حاجة مهمة جدا. ما عنديش حمام سباحة. انا في الجيزة. معنديش حمام سباحة. وبعض المحافظات في عندها حمامات سباحة. آآآ لعبة آآ مهمة جدا. يعني يكون اقول لك هي والعاب القوة من اهم الالعاب للطفل المصري للارتقاء بصحكم. افيد من قرط القبر. نمر واحدة ما تتكلمني فيها افيد من قرط القبر. ولكن ما فيش امكانية اللي حمام سيبقى موجود في مدرسة مش كتير عندنا. هي اه يعني عايزة تكلفة مادية وعايزة وده اللي انا بقول لحضرك عليه لو انا عملت ان انا مسلا عندي ناشئ او عندي اه استغليته وبعد كيه ربنا كرمه واحترف وبتاعه بقى فيه داخل من خلال الناتج ده انا اقدر اطور واعمل 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 كتير اوي. هيبقى عندي الامكانية ان اعمل كده. لكن. طيب الحقيقة انا عندي يمكن فكرة كده عن الموضوع ده انه اه احنا عارفين طبعا انه الامكانيات المادية محدودة. اه وعندنا دايما محتاجين نفكر برا الصندوق شوية وان احنا يعني نحاول نجد الحلول البديلة. فانا باقترح انه ليه ما يتمش عمل مثلا بروتوكولات تعاون مع الاندية ومراكز الشباب المختلفة وتكون حس التربية دي حس تربية رياضية في النوادي او في مراكز الشباب تحت رعاية النادي وتحت تنصيق مع المدارس. وفي نفس الوقت يكون ليهم مثلا اه ميزة انه هو له اولوية. لو حابب يشتري لطالب دوت او يعني يتعقد معاه او كده. يعني اعتقد دي هتوفر كتير جدا وهتسمح بانه يكون عندي مختلف الرياضات. فكرة هايلة جدا بس هي اتطبقها لانه هقول لحضاك على حاجة. هي الفكرة في ان احنا دلوقتي طبعا الدولة بدأت تتجه ان اه ان اللي يتولى القيادات وتعاها والكلام دوت. ناس بتفهم. بس لسه مصناش لمرحلة التعارض والتنافس والنقاد على الكرسي حد فاهم واحد مش فاهم. يعني انت واخد بحضاك ازاي. يعني انا مسلا كمدير مدارس الرادية مسلا او حضرتك مدير الملكة الشباب او نادي. انا بفاهم مسلا وحضاك مش فاهم القصة دي او مش عايز تعملها. او انت عايز تقعد في كرسي فترة معينة تقضيه منك وبتاع في سلام مؤمن مش عايز تشتغل. في الفكرة دي بتتعارض لوقتي انت عايزت اما توصل بان كوادر الدولة في المناصر القيادية ترتقي قوي. عشان تفهم تطبق نظرات دي. بس انا بتغليل الموضوع سهل وبسيط يعني احنا نلعب على فكرة. انا كسبان وانت كسبان. انا كسبان ان انا بلاقي اماكن انضرب فيها ولادي وبلاقي اه رياضات اكتر اه اه ضرب ضربهم عليها. وحضرك مستفيد كصاحب اه او مدير مركز شباب او مدير للنادي. حتى لو النادي ده خاص انه انت اي عنصر هيبان عليه النشط بمتفاوض جدا ما هيكون لمستقبل. انت هيكون لك اولوية ان انت تتعاقد على الطالب ده من اي نادي اخر. بص حضراتك انت طرحت الحكاية وانت رجل مسلا ممكن ما لكش علاقة بالا بالقصة وفكرة جاملة. تخيل بقى انت حضراتك مسلا ما يبقى انا يعني انا مثلا عصرت على قدم عصرت عندي مدير ادارة اسمه ناصر شعبان. رجل اه عبقاري. طور ادارته خلال سنتين مسك فيهم الادارة. اه بدأ يشوف ايه اللي ممكن يستغلي في المدارس ويفكر زي حضراتك زي ما فكرت كده. بس هو واحد في وسط مسلا عايشين مدير ادارة. فيه ناس كتير اول ما عملش زيه. فانت الحكاية ببنشي بل بالعكس بتجيب للي بيفكر مشكلة. ان فيه ناس تاني اول لا يعني انت توصلك يعني انا عندي استاذ ناصر شعبان ده انا بقالي عايشين السنة عد عليها مدير ادارات كتير مسكوا قدار الجنوب دي لانا اللي هي خاصة بالساعدية. الراجل اه شف فين حت الجراش وح خليها تبنت بقت مدرسة. زود عدد فصول. بدأ يطور الملاء ابن اقصى ايه? فبدأ يسعى. ما بينامش. بيشتغل. اللي زيه مسلا واحد او او تلاتة على مستوى الادارات. فانت بتشتغل. حالك توصي طول ان محتاجين تناغم يعني ما بين الاختيادات عموما. انا ابدأ اختيادات عموما. ناس يعني عندها فكر. ناس انا النهاردة مش معقول ان انا جاي من اسمي خدت المدير المدرسة. ايه الفكرة مش ان انا خدت مدير من اللي جاي قبل مني مدير. انا عملتي البصمة اللي انا حطيتها عملتا ايه? فاللي بيعمل كده كمان بيتحارب. فالقصة بتبقى صعبة جدا. يعني انا الراجل ده انا يعني عايز اقول لك. انا صعبان على ما بينامش. وهو عايزي يعمل انجازات. ومع ذلك انا عارف ان في الاخر نهاية تمكون يقوم بيته. لا احنا قلنا انه في اتجاه عام من الدولة ومن رئيس الدولة تحديدا انه يتم الاهتمام بالرياضة. وحتى يمكن معانا صور للرئيس نفسه هو بيمارس الرياضة. اه يعني اه يعني هو هو مبدايا الراجل الرياضي. هو بدأ بدأ. ولما عملنا الحملة بتاعت ميت مليون صحة وشاف النتائج الحقيقة هو كان مستاء من الاوزان الزيادة. بالزبط اه. والامراض المصاحبة للاوزان الزيادة. وطلب من الناس انها تبتدي تشتغل على حالها شوية رياديا. هي هي. هو سيادة الرئيس بصراحة. الراجل هو راجل رياضي اساسا. هو راجل فامة قيمة الرياضة. وشخص اه. بس هي المشكلة ان انت توصل الفكر تحت القاعدة العريضة اللي. يعني هو بيطهر بقى. هو دلوقتي بيحاول يطهر على القدمة. طبعا احنا. بس يعني هو يعني معلش ان اسف بدون اعطي كلامك يعني عودة لفكرة ان احنا يتم عمل بروتوكولات تعاونة. البروتوكولات دي بتكون. هي فكرة جميلة هدا. ما بين وزير ووزير يا ملاش ده. وعلى فكرة وزير الشياب الرياضة من الناس اه انا يعني انا اعرفه شخصيا لانه كان ليه استاذي في الكلية وكان قريب مني في السنة يعني كان فرق دوع. اه راجل محترم جدا ورجل بيفهم جدا. بس هي قصة ان هو يعني على قد ما بيقدر. لان انت عندك ارس ثقافي وعندك اه كمية حاجات قديمة. فلسه الدولة بدأت ايها. يعني الموضوع. طيب هي عم الافكار مطروحة. ونتمنى ان حد يعني ياخدها بعين الاعتبار ويشوفها لانها في النهاية هي بتصب في مصلحة العامة للدولة. اه. ومصلحة الشخصية للطلبة والطالبات كمان لو فتحت المدرس للطالبات. انا انا اتمنى يعني اتمنى ان ان اللي انا قلته بالنسبة للمشروع دوت. اه. ان حد مسؤول كبير يقول يبعث لي. انا مدرس في مدرسة دي. اه وراجل في العمليات التعليمية بقى لي عشرين سنة. ومدرب كرة قدم بقى لي كتير جدا. ولعيب كرة قدم وصابه في الترسانة. اهي قصة ان انا ما انا مش عاوز حاجة. انا عاوز ان الهكاية. من البحث ده بس يتنظر يعني. اه. وحتى من قبل متخصصين ولو شوف انه محتاج اي تعادلات او حاجة يتعدل عليه تعادلات البسيطة وتتم تنفيذ المشروع يعني. المقبولة هتلاقي راوة قويس جدا. وهي هتعود على الدولة بداخلك بها. فانا سيادة رئيسك. فبصلا انه مش مكلف. مش مكلف. مش مكلف. خالص. انت عندك اللي عندك كل الادوات. انت انت ممكن كمان تسوق برا كمان يعني انت لو. ممكن عندك دول فيها مانديها كبيرة جدا. بحتاجة خامات. زي زي الدول اللي بتاخد الخامات الافريقية. الاولاد اللي محترفين في افريقيا من ستاشر سنة ستاشر سنة وتعملوهم معايشات. طب ما نعم ممكن نعمل كدولة كده. طب حالك قلت انه هو الموضوع بيحتاج شكل قانوني معان. هل في مثلا ما يمنع اه قانونا انه اه وليه الامر مسلا لما بيودي ابنه اللي يلتحك بهزي المدرسة. ما تدرش تعاقد مع الولد. اهو التعاقد مع الاسلوب القانوني ان انت يتعاقد معه وليه الامر. لانه قاصر لسه. اه. ولانه قاصر لسه. ويبقى زي مشروع هو عارف ان هو بيعمل كزا كزا. انت ما بتجيب نجم دلوقتي لما والد بيوصل نجم. مش هيرضى يعني او الولد حتى لو لسه يعني الولد لو تشهر مش هيرضى هيبقى بيحسبه حزبة تانية. لكن هو لسه تحت ايدك وتحت مزلة تربيه وتعليم تقدر تعمل تعاقد. انا عندي عشر عناصر. متوسم في العشر عناصر اللي هما وهو موبين. وان ههيisses عنا تحت مزلة عزارة تربيه وتعليم. واسل منهم خمسة. الخمسة التانيين هيكملوا حياتهم طبيعية كنSí خلاص موفيش مربتisa. الخمسة اللي وصله. بقاوننجوم في في الرياضة اللي وصله هيعدو على اللوزارة وأرقام خطيرة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن وليد خيري مدرس أول التربية الرياضية بمدرسة السعيدية السنوية العسكرية بالجيزة ومدرسة قورة القدم ساعدت جدا بدقائك ومشكرنا رب أن هذا المشروع يلقى الدراسة ويلقى النور شكرا لحضرتك أعزائي المشاهدين خلصت فقرتنا الحوارية الأولى من حديث التعليمية هنروح لفاصل سريع ونرجع مع زميلة العزيزة عز رمضان وفقرة حوارية ثانية وأخيرة في هذه الحلقة انتظرونا بعد هذا الفصل